أي يد في العراق أطول من الميليشيات؟ أي قوة وقانون يمكن أن يحاسبها؟ وحدهم العراقيون هم المدركون بشاعة الإجابة وها هي المعابر الحدودية إحدى دلائل سيطرة الدولة وهيبتها تكشف صورة بسيطة عن واقع مرير منذ سنين الاحتلال الأولى يشهد العراق فوضا كبيرة ووصلت اليوم إلى الحد الذي غيب اسم الدولة بشكل شبه كامل فالميليشيات المسلحة تبسط نفوذها على المعابر الحدودية كلها تقريبا المعابر مع إيران وسوريا وتقف بالقرب من أخرى باستثناء كردستان العراق ملايون الدولارات تذهب إلى جيوب زعماء الميليشيات يقول برلمانيون ويضيفون أن تلك الميليشيات تدير عمليات تهريب كبيرة وتفرغ إتاوات وضرائب حتى باتت تتحكم بكل داخل وخارج عبر تلك المنافذ معبر القائم الحدودي مع البكمال السورية مثال شاخص عن المعضلة معسكرات وثكنات ومقرات تنتشر في تلك المنطقة وعلى طول الحدود السورية العراقية لتؤمن خط إمداد رئيس لنظام الأسد عبر إيران وخلفه ميليشيا حزب الله اللبناني إن سحبت القوات الأمريكية من المعبر آذار الماضي فعزت الميليشيات تواجدها بأكثر من عشرين موقع فضلا عن زيادة التنقل بين الجانبين خارج إطار المنفذ البري الرسمي بين العراق وسوريا مسؤولون حكوميون في القائم أكدوا أن سيطرة الميليشيات تتوسع وتنتشر في الأحياء وبين المنازل كما تنتقل بين البلدين بشكل مريح استنادا لتصريح أعطي لهم إبان حكومة عبد المهدي ميليشيا حزب الله والنجباء والبدلاء والعصائب والخورساني وغيرها تنقل بحسب مصادر في القضاء المواد عبر شاحنات إلى سوريا وتجلب أخرى منها كما تنشط عمليات تهريب السلع ومختلف البضائع في حالة ترد أمني وغياب واضح لسلطة القانون وهكذا دواليك تنسحب القوات الأمريكية فتحل أخرى موالية لإيران مكانها ثم يخرج أركان العملية السياسية يتحدثون عن السيادة ترى هل يفتقد شيء في العراق كالسيادة والقانون